لا شيء عظيم يمكن أن يتحقق بدون مشاعر لماذا لم تعود المناظر الطبيعية والهدئة واللوحات الفنية تذهل الإنسان؟ لماذا أصبحت بالنسبة له مملة؟ ولماذا فضل الإثارة الصاخبة عليها كسباقات السيارات السريعة والموسيقى الصاخبة وأعمال العنف؟ يجيب الفيلسوف الفرنسي ميشيل لوكرو عن ذلك بأن عصرنا الحالية في حالة صحوة للمشاعر لكن ليست صحوة هادئة بل هائجة تجعلنا نفضل مشاعر الصدمة على مشاعر التأمل كما ويوضح الفرق بينها بأن الأولى الصدمة هي مشاعر قصيرة وسريعة الزوال أما الأخيرة التأمل فدائمة ومستقرة ويدعون عبر كتابه هذا لاختيار المشاعر الصحيحة التي تساعدنا على تحقيق حياة أفضل فكيف يمكن ذلك؟ وهل فعلا نستطيع تجنب مشاعر الصدمة وتنمية مشاعر التأمل؟ سيمتعنا ميشيل بإجابات وافية وأمثلة من حياتنا اليومية الفصل الأول يمتاز عصرنا بمشاعر الصدمة بهدف التسويق والإثارة فقط من المريح لنا أن نرى مكاناً للمشاعر في عالمنا هذا لولا أنه مكان في الإعلانات التسويقية فأخصائي الإعلانات قد عرفوا أن المشاعر وسيلة جيدة لتنشيط المبيعات فاستغلوها تحت ما يسمى بالاستخدام الاستهلاكي للمشاعر الذي يثبت أنها في مكانها الصحيح لكننا أيضاً ملامون فنحن أنفسنا نستغل مشاعرنا في الأشياء الاصطناعية كالسيارات الفارهة والخيال غير المحدود في عالم الأنترنت تلك هي الأشياء التي تهيج حياتنا العاطفية ثم تفسدها والتي نجدها أيضاً في الوسائل المرئية لترويج الأفلام التي تحفز الشعور كمشاهد الموت الحزينة ثم اتباعها بأخرى دافئة كتجمع العائلة على العشاء وكل هذه المشاعر المتضاربة تهدف فقط إلى شد المشاهد إلى النهاية حتى النشرات الإخبارية مليئة بما يتلعب بمشاعرهم كالأخبار التي تدعو إلى التعاطف مع ضحايا الفيضانات وغيرها ونضيف إلى ذلك الرياضات الفردية ونجد فيها توتراً للمشاعر أيضاً والتي لم تعد بذلاً للجهد العضلي بقدر ما هي تركيز للأحاسيس والمشاعر الهائجة كرياضات القفز بالحبل التي نسعد بتهورنا فيها رغم مخاطرها حسناً لن نختلف على عودة المشاعر بقوة في عصرنا الحالي كما كانت سائدة في العصر الرومانسي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ولكن لماذا عادت؟ الفصل الثاني يستخدم الإنسان المشاعر ليحقق ذاته أو ليملأ فراغاً في حياته السبب الأول في عملية عودة المشاعر هو التعويض عن غياب مشاريع كبيرة ينخرط فيها الناس لذا تبقى تقاتهم مكبوتة لا تجد لها مخرجاً فتتخمر وتنتج مشاعر ولذلك نجد أن نشاطات الشعوب الاجتماعية تنحصر في الممارسات العاطفية ويتضح الأمر عندما لا تجد أمراً عظيماً تندمج فيه كنضال سياسي أو حرب فتبدأ بالانخراط عاطفياً بالحياة المحيطة على شكل معاتبات سياسية وكأن المشاعر وسيلة نضال يجب أن يحدث حتى ولو لم يحدث في الواقع باختصار يستخدم البشر المشاعر كتعويض لغياب الفعل أو الأحداث السياسية الكبرى سبب آخر يجعلنا نعود إلى المشاعر وهو أننا نعتبرها مخدراً للذات أي أن الذات تشتغل بها عندما لا تجد شيئاً مهماً تشغل نفسها به بالضبط كالمدمن الذي يخدر نفسه من الواقع فالإنسان المعاصر يعلم أنه غير مؤثر أو فاعل في الأحداث الكبرى إلا أنه ينفعل مع أي شيء ليعبر عن مشاركته فيعتبرها وسيلة يحقق ذاته من خلالها فكيف يمكننا أن نتحكم بمشاعرنا؟ اقتباس نحن نعلم جلياً أننا لسنا فاعلين في هذا التطور وكلنا مجرد متفرجين عاجزين لهذا ولتعذر إمكانية الفعل فإننا ننفعل عاطفياً الفصل الثالث يجب تحرير المشاعر بالإحساس والتأمل للتحرر منها بالإدراك المجرد إن الإنسان الحساس هو النوع المثالي لعصرنا فهو يدير مشاعره ويستثمرها عوضاً عن كبتها فتمكنه من معرفة العالم عن طريق الإحساس لا عن طريق الإدراك المجرد فالإنسان الحساس يستمتع بالمشاعر أثناء عيشها وفي إدراكه لإحساسه بها ولكن لما هذه الأهمية للمشاعر؟ لأنها اللابنات الأساسية لتكوين هذا العالم ويجب علينا أن نعيشها جميعاً ولأنه بالمقابل نجد أن التجرد من المشاعر في عصرنا الحالي يعني اللا إنسانية المتمثلة عادة في صورة الحكيم الرواقي المتبع لمنهج الفلسفة الرواقية في عدم التأثر والانفعال والحفاظ على السكينة الدائمة والتمسك بالعقل فقط إذن دعوتنا الحالية هي لتغذية الإحساس والتأمل للإدراك المجرد وهذا ما نقصده بعبادة المشاعر أي أننا نحتاج إلى منهجية فاعلة لتحريرها بالاهتمام أكثر بالنفس لأنها تمثل التعبير الأقصى عن الانفرادية وتقديس الذات ومن أجل ذلك يجب أولاً التحرر من الالتزامات الاجتماعية المتعلقة بالمشاعر كالتزام اللطف والهدوء دائماً في العمل والذي يتطلب عدم إظهار أي مشاعر سلبية ثانياً التحرر الذاتي أي تحرير الجسد والنفس عبر تنمية إحساسنا بالمشاعر وتنمية حواسنا ووعينا بها بالإضافة إلى وعينا بمشاعرنا المكبوتة ثم ضرورة تفريغ هذه المشاعر وبذلك يعود الإنسان إلى حالة الطفل الحر في التعبير عن مشاعره هذا ما يسمى بالتحرير الشعوري أو التطهير الذي يعطي الراحة بعد توتر حد باختصار، إننا نحتاج لتحرير المشاعر للتحرر منها والآن، هل تقتصر أهمية تعزيز المشاعر على الفرد فقط؟ الفصل الرابع يحتاج الفرد للمشاعر الجماعية لتعزيز الترابط الاجتماعي لا تقتصر أهمية المشاعر على الاهتمام بذات الفرد ونفسه فقط بل تفتح أفقاً للعلاقة مع الآخرين والتشارك معهم فنحن بحاجة إلى مشاعر جماعية تعزز الروابط الاجتماعية التي تلاشت بسبب استغناء الأفراد عن الفعاليات الاجتماعية القديمة كالتعاون بين أبناء القرية الواحدة هذه المشاعر الجماعية قوية كفاية لتولد طاقة اتجاه أي موضوع وهذا ما تؤكده التجمعات البشرية التي تحدث بعد فوز فريق ما بمباراة حاسمة أو أمام حفل فني لأحد النجوم أو في المظاهرات السياسية وما يفعله الناس في مثل هذه المناسبات هو أنهم يعززون من خلالها الروابط الاجتماعية المتلاشية بفترة ما بعد الحداثة ولكن ما الذي يدفعهم لذلك؟ إنها الحاجة الجماعية إلى الإحساس بالانتماء الشعوري انتماء يتجاوز أي انتماء قانوني أو سياسي فكما أن هناك نفس فردية تحتاج الخصوصية هناك أخرى جماعية تحتاج إلى ترابط اجتماعي دافئ يقابل برودة العقلانية والعزلة أما جمالية هذه المشاعر الجماعية فتكمن في أنها تعطينا فرصة لنشارك الآخرين بحرية دون قيود أو شروط وبنفس الوقت تحافظ على خصوصيتنا الفردية والآن ألم تتساءل ماذا سيحصل لو بلغنا بالمشاعر ووصلنا إلى حالة تهيج عاطفي؟ الفصل الخامس إن حالة التهيج العاطفي والمبالغة بالمشاعر الغنية تجعل الحياة العاطفية مختلة وغير مستقرة تنقسم الحياة الشعورية بين نوعين أساسيين من المشاعر النوع الأول مشاعر الصدمة التي تعبر عنها الصرحة وتمتاز بلحظيتها وباستهلاكها الشعور قبل أن ينضج ويتحول إلى إحساس النوع الثاني مشاعر التأمل التي تعبر عنها التنهيدة وتأخذ منحنا تراكميا يتدفق بهدوء إلى أن ينضج ويشكل إحساسا يدوم وهي التي تمكننا من الاستمتاع بالعالم عند تأمله إن مشاعر الصدمة تقود إلى حالة التهيج العاطفي أو المبالغة بالمشاعر وهي التي لا تخرجنا من عزلتنا كما نعتقد وإنما تشغلنا عنها لفترة قصيرة والسبب هو أننا قد أهملنا الهدوء ومشاعر التأمل وأصبحنا نميل إلى كل ما هو مجنون للعروض المبهرة والمغامرات المجنونة والعنف دوما مهيجون حسيا سمعيا وبصريا فصرنا نفترس العالم عيوضا عن تأمله والاستمتاع به والتناقض أننا بنفس الوقت نريد أن نكون هادئين وديعين هذا التناقض خلقا فصاما نفسيا بين رغبة لا تنتهي في المزيد من الدفقات الشعورية المثيرة ورغبة في الحفاظ على الهدوء إنه حقا تدهور عاطفي حقيقي ولكن ما تأثير هذا التهيج العاطفي؟ أصبحت حياتنا العاطفية المعاصرة غير مستقرة نتيجة فقرها بمشاعر التأمل وغيناها بمشاعر الصدمة التي توجهنا للفعل أكثر من التأمل وتجعلنا نبحث عن المزيد من المشاعر المتهيجة سريعة الزوال عوضا عن المشاعر الحقيقية الدائمة باختصار يجب أن ننقذ أنفسنا من الأدرينالين من الهيجان الذي نظنه إحساسا اقتباس قليل من التأمل يبعدنا عن المشاعر كثير من التأمل يرجعنا لها الفصل السادس بالرغم من المشاعر الغنية إلا أن هناك انتشارا لمتلازمة فقدان الإحساس إذن بسبب مشاعر الصدمة أصبح الإنسان كثير التأثر ولكنه فقد قدرته على الإحساس فلنلقي نظرة على الأعراض السريرية لمتلازمة فقدان الإحساس أول ما سنلاحظه هو تفشي المشاعر السلبية في النفس الجماعية التي يعزز انتشارها كل ما هو قبيح ومنحرف ثم سنلاحظ انتقال الإنسان العاقل إلى مرحلة الإنسان الاصطناعي لأن حياته العاطفية أصبحت رهينة الأدوات والتكنولوجيا التي جعلته دائم الشعور بأن عالمه غير حقيقي لذلك يرغب دائما في تغذية مشاعر الصدمة لديه عبر تلك الأدوات ليشعر بها بأن العالم حقيقي فهو بذلك يعتقد أنه يحافظ على إنسانيته عندما يهتزوا مع المشاعر الصاخبة يمنع التكنولوجيا من سلبه هذه الإنسانية لقد أصبح عالمنا غنيا لكن قلوبنا فقيرة لأننا نلهث خلف استهلاك المزيد من مشاعر الصدمة ونبقى في حالة ترقب دائم لما هو قادم أما العجيب فهو أن الفن لم ينجو من هذا الجنون فصار معيار نجاح الفن هو أن يصدم ويهيج المشاعر لم يعد كما في السابق ما يولد فينا إحساساً عميقاً لم يعد غايته الجمال الداخلي وإنما الإثارة لذلك حلت الإباحية عديمة المشاعر محل الارتباط العاطفي العميق بعد أن قطعنا ثلثي الطريق في فهم عبادة المشاعر أصبحنا مؤهلين لننتقل إلى مفهوم الجاهزية فما المقصود بها؟ الفصل السابع التركيز على جمال العالم وما فيه هو مفتاح جاهزيتنا لتحويل مشاعر الصدمة إلى مشاعر تأمل الجاهزية ببساطة هي قدرتنا على تحويل مشاعر الصدمة إلى مشاعر التأمل الإحساس ولنفعل ذلك علينا أن ننفتح على العالم ونتأمله لا أن نعبر من خلاله فقط لكن بنفس الوقت نفحص بعناية الأمور التي نتأملها ونختار القيمة والجديرة بالاحترام وليس تلك التي تهيج مشاعرنا ثم علينا أن نختار عقلية الانتباه كنمط فكرياً عوضاً عن عقلية التخطيط والإرادة التي تحاول تغيير العالم وموجوداته فما هي مبادئ عقلية الانتباه تلك؟ أولاً تتمثل هذه المبادئ في الوقت وذلك لتنضج مشاعر التجربة يجب أن نعيش الحاضر لا أن نبقى في حالة تأهب لما سيأتي أيضاً يجب علينا التخلي عن التفكير النفعي يجب أن نقيم الموجودات لما هي عليه لا لما ننتفع به منها كي يتسنى لنا الإحساس بجمال العالم والأشياء كما هي كما يجب أن نتخلى عن غريزة السيطرة ونتقبل فكرة وجود ما هو غير خاضع لسلطتنا أيضاً يجب أن لا تكون رغبتنا في تملك الأشياء وتغييرها عائقاً أمام استمتاعنا بها ببساطة علينا أن نسمح لكل ما هو موجود بالوجود كما هو بالتأكيد في طريقنا إلى الجاهزية سنواجه معيقات فما هي؟ وهل هناك طرق أخرى تقربنا منها؟ الفصل الثامن الاستقلالية تبعدنا عن تقديس المشاعر والإعجاب يقربنا منها ما هي المعوقات لجاهزيتنا؟ أولاً خوفنا من المشاعر خوفنا من أننا إذا فتحنا على العالم سنهدد بذلك خصوصيتنا وذاتيتنا وبالتالي نتجنب التواصل مع الآخر أو نتخذ موقع المسيطر كي لا نتعرض لسيطرته لذلك علينا أن نقتنع أن النضوجنا النفسي والذاتي لن يكتمل بنا وحدنا بل بنفتاحنا على العالم وتأثرنا به ومن يعتقد باكتفاء الذات أو الاستقلالية ويظن أن نفسه تغنيه عن العالم الخارجي فهو مخطئ لأن أنفسنا حقيقية لا تمتلئ إلا بما يملأه العالم بها إنها تراكم لتجاربنا في هذا العالم وبذلك تكون النتيجة الحتمية لتجردنا منه هي الفراغ باختصار إن جملة ابحث عن كنزك الداخلي وهم فجميع الكنوز التي ننتظر العثور عليها في الداخل ليست إلا نعكاسا لما هو موجود في الخارج من البداية إذن اتفقنا أننا يجب أن نكون جاهزين ولكن ليس لأي شيء وأن علينا الانتباه إلى نوعية ما ننتبه إليه لا كميته فبعض الأمور ترفع من قدرنا وأخرى تحط منه هذه الفكرة تقودنا للإعجاب الذي يشكل مقياسا لما سيرتقي بنا وهو ما يفسر إحساسنا بعدم الملل في وجوده إنه ما يحول الحياة الباطنية أي حالة الوعي التي نشكلها ذاتيا وحدنا إلى الروحانية أي حالة الوعي المعتمدة على الحقائق الخالدة أي أنه ما ينقلنا من الشعور الذاتي والشخصي إلى الكوني والخالد الإعجاب هو المفهوم الوحيد الذي يجمع بين مدحك لشيء ما إذا فتنك وبين إحساسك بالعرفان اتجاهه وبين خشوعك وشكر الله عليه لكن للأسف أصبح الإعجاب في عصرنا الحالي مستهلكا في التسويق فقط ومنبوذا بسبب المساواة التي تلغي عنصرا أساسيا في الإعجاب هو التفوق ومما يعطل الإعجاب أيضا العقلية الشكية التي يمتاز بها عصرنا والتي تمنعنا من الإعجاب خوفا من الظهور بمظهر المخدوع معصرون ينفعلون كثيرا لكنهم لم يعودوا يعرفون كيف يحسون إنهم هائجون أكثر وحسسون أقل فأقل هناك واقع ملموس في كون الإحساس لم يعد بتاتا مبجلا في أيامنا الحالية لهذا يجب علينا الاعتراف بأن جودة الإحساس تشكل إحدى التحديات الكبرى في عصرنا الخاتمة إذن نحن عدنا إلى المشاعر ولكن عودتنا هذه شكلت ثروة وخطرا بنفس الوقت ثروة لأنها خففت من العقلانية والعلوم التقنية وخطرا لأنها تهتم بأحد جانبي المشاعر فقط هو الانفعالي الحركي وتهمل الآخر وهو التأملي الخاشع إذن ماذا كانت المشكلة؟ إن مشاعرنا في العصر الحالي هي مشاعر الصدمة هائجة ومصطنعة وبعيدة كل البعد عن الأحاسيس الطبيعية الهادئة قام ميشيل وبكل إبداع بإيجاد حل يبعدنا عنها ببحثنا عن مشاعر بديلة هي مشاعر الإحساس التأمل وذلك عبر الانفتاح على العالم وعدم التركيز على استقلالية الذات لأن الفرد يحتاج المشاعر الجماعية لتعزيز الترابط الاجتماعي مع الاهتمام بجودة هذا الإحساس باختيار الأمور القيمية التي ترفعنا وإهمال تلك التي تحط من قدرنا وبذلك نصل إلى مرحلة الجاهزية عندما نوظف كل من الإحساس بالجمال وعقلية الانتباه حينها فقط نستطيع القول إننا قمنا بتقديس المشاعر ترجمة نانسي قنقر